الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأما بينهما ومن الأما شاءاً بعد واشهد أنه محمد واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أنه محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الإمام منوِّي رحمه الله تعالى قال باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بعد أن ذكر الأبباب التي قبله في عدم جواز سؤال الناس إلا عند الحاجة الملحة والضرورة الملجئة فناسب أن يذكر هذا الباب وهو الحث على الإنفاق وعلى الجود وعلى الكرم وعلى الإحسان فقال رحمه الله في هذا الباب العظيم باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى فهذا الباب يا عباد الله بابٌ عظيم فإن من مقامات الدين العظيمة وهو من أشرف مقامات هذا الدين العظيم مقام الكرم والجود والإحسان والإنفاق لأن من أعظم قربات الكريم المنفق أنه واثق بالله سبحانه وتعالى فهذه قربةٌ عظيمة وطاعةٌ جليلة أنك تكون واثقًا بالله سبحانه وتعالى وهذه لا يملكها البخيل وإنما يملكها الكريم لأنه ينفق ويثق بوعد الله سبحانه وتعالى ولذلك من أعظم قربات المنفق ثقته بالله ولذلك ذكر النوء رحمه الله في هذا الباب قال باب الكرم والجود والإنفاق بوجوه الخير ثقةً بالله تعالى أي ثقةً بفضله وبوعده لأن الله سبحانه وتعالى وعد المنفقين وعداً لا يخلفه سبحانه وتعالى ثم ذكر الأدل على ذلك فقال قال الله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وقال تعالى وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَفَّيْلَيْكُمْ أَنْتُمْ لَا تَضْظَمُونَ وقال تعالى وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ في الآية الأولى وعد من الله عز وجل قال وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ هذا وعد من الله والله لا يُخْلِفُ الْمِعَاد والله سبحانه وتعالى يُخْلِفُ للعبد خيرا مما أنفق وهذا الخلف الذي يُخْلِفُهُ الله عز وجل على المنفق إما أن يكون عينيا وإما أن يكون معنويا العيني أن الله سبحانه وتعالى يرزقه المال والمعنوي أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله الذي تبقى والإنسان لا يعلم ما هي الخيرية التي له إما أن يزداد المال وإما أن يبارك فيه والبركة أعظم إذا بارك الله عز وجل في المال فهو أعظم من كثرته مثله مرات ومرات لأن المال قد يكون كثيرا ولا يبارك فيه والمال قد يكون قليلا ويكون مباركا فالمدار كل مدار على البركة فقد تنفق في سبيل الله مالا ويبارك لك في مالك بركة لا تعلم مدها فهذا وعد الله والله لا يخلف المعات ولكن عليك إذا أنفقت أن تنفق وأنت واثق بهذا الوعد أن تنفق وأنت تعلم أن الله عز وجل أعد للمنفقين الأجر العظيم أن تنفق وأنت تثق ثقة بالله عز وجل أما أن تنفق من غير ثقة فإنه لا يتحصل لك هذا الفضل وإذلك نص على ذلك الحافظ نوي رحمه الله في التويم قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى قال وما تنفق من خير فلأنفسكم الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصين لا تزيد الصدق في ملكه ولا تنقص ولا ينقص الإمساك من ملكه سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه فالإنسان إذا أنفق إنما ينفق لنفسه ويقدم لنفسه هو المحتاج لهذه الصدقة فالمنفق أحوج إلى هذه الصدقة من الذي ينفق عليه أنت أحوج من المسكين الذي تعطيه لأن هذه الصدقة نجاه لك يوم قيامه ولذلك قال سبحانه وما تنفق من خير فلأنفسكم يعني قدم لنفسك الله ليس بحاجة لك سبحانه وتعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وهذا فيه الإخلاص فإذا ذهب الإخلاص في النفقة والصدقة والإكرام والإحسان فطل العمل وهذا النص من الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة بالذات لأنها من العبادات التي يدخلها الرياء بل ويكثر فيها الرياء ولذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل أنفق ليقال كريم وجواد فقد قيل فيسحب على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم فهو أول من تسعر به النار ولكن لا ينبغي الإنسان يدخل عن نفسه الوساوس يعني بعض الناس الآن قد يمسك عن النفقة خشتاء الرياء لا أنجاهد نفسك فإن كان في إظهار الصدقة مصلحة أظهرها وإن لم يكن لك مصلحة راجحة فالإخفاء أفضل وإذلك قال سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فنعم ماهي إن تبدوها يعني تظهروها فنعم ماهي أثنى عليها الله عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الخير في الإخفاء ولكن يجوز الإظهار خاصة إذا كان هناك مصلحة وإذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سنى في إسام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة جاهد الحديث بسبب ماذا؟ بسبب الصدقة عندما جاءوا ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النبار والعباء يعني كانت ثيابهم مخرقة ومشققة وفيها زي التنمير مقلد السيوف وكانت عليهم الفاقة ظاهرة فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى ثم خطب في الناس وحثهم وقرأ آية النساء يا أيها الناس تقوا ربكم وقرأ آية الحشر يا أيها الذين أمنوا تقوا الله وتنظر نفسه ما قدمت لغد ثم قال تصدق رجل بنصف بره تصدق رجل بنصف تمره تصدق رجل بدرهمه تصدق بديناره تصدق بثوبه فقام رجل من أنصار وجاء بصرة كادت يده أن تعجز بل عجزت فلما رأى الناس هذا الرجل تصدق بهذه الصدقة قاموا وتصدقوا فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه كأنه مذهبه ثم قال هذا الحديث المشهور من سنى في الإسلام بسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فالإنسان إذا كان في إظهاره للصدقة مصلحة فليظهرها لأنه قد يقتدى به خاص إذا كان له مقام وله شأن عند الناس ومثله يقتدى به فليبادر فإذا مسألة الرياء لا تكن مدخلاً عليك لصدك عن الخير ولكن لا شك أن الإنسان يراعي قلبه ويراعي نيته خاصة في مثل هذه الأمور لأنها مما يمدع عليه الإنسان ليقال كريم وجواد ومنفق وهذا ليس خاصاً في الصدقات بل حتى في الإكرام إكرام الضيف وإكرام الزائر هذه من أعظم العبادات التي يغفل علي عنها الناس يجعلونها عادات ويجعلونها مجال للتفاخر والمدح وطلب الثناء من الناس مع أنها عبادة جليلة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة عبادة ولكن هي من أكثر الأعمال التي يغفل علي عنها الناس ويجعلونها عادات وهي من أكثر الأعمال التي يدخل فيها الرياء فلذلك عن مسلم يخلص نيته لله عز وجل يجاهد نفسه لا يدخل عليه الشيطان يمنعه من العمل صاحب في سبيل الرياء وأيضاً لا يبالغ بالإظهار من غير حاجة أو مصطعة فيصيبه الرياء ثم قال سبحانه وتعالى وَمَا تُنفِقُ مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ أي هذه النفقات التي تنفقونها في سبيل الله والإحسان الذي تحسنونه ستجدونها عند الله عز وجل موفوراً بل إن الله عز وجل ما عنده أعظم وأعظم الجزاء من جنس العمل ولكن ما عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم وقال تعالى وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ أي أن الله عز وجل يعلم هذه النفقات فيجازي عليها والله عليم بها يعلم عن صدق المتصدق هل تصدق لوجه الله أو تصدق رياءً وسمعة ثم قال رحمه الله عنه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حسد إلا فتنتين رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه قال النبي رحمه الله ومعناه ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين خاصتي هنا الحسد ليس المراد به الحسد بمعنى أنه يتمنى زوال النعمة وإنما الحسد المراد هو الغبطة أن تتمنى ما عند الرجل من غير أن تتمنى زوال النعمة في يده يعني تتمنى لك مثله لكن لن تتمنى زوالها عنه فإذا تمنيت زوالها عنه فإن هذا هو الحسد المذموم حراق الحسنات فالمسلم لا يغبط إلا في هاتين الخاصتين العظيمتين يعني أعظم الغبطة الغبطة في هاتين الخاصتين الخاصة الأولى ما هي رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني أنه يستخدم هذا المال في طاعة الله عز وجل في الإنفاق بسبيل الله في دعم المشاريع الخيرية في مصالح المسلمين في الإنفاق على المساكين في السعي على الأرامل في كل وجوه الخير سلطه على هلكته يعني على إفناء هذا المال في الحق انظر قال في الحق يعني في الخير فالمسلم إذا أوتي مالا فإنه يغبط إذا كان يصرف هذا المال في طاعة الله والإنسان من توفيق الله له أن يكون عنده المال ويستعمله في الخير لأن أكثر الناس إذا كان عنده مال استعمله في معصية الله وهذا منص القرآن كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه السغنى هذا هو الغالب على الناس أنهم إذا جاءتهم الأموال طغوا وبغوا ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه ما بسط الرزق لجميع الناس حتى لا يفتنوا ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض الأصل البغي في الناس إذا جاءهم المال ولكن من يسلط يعني من يوفق في تسليط هذا المال في الطاعة والعبادة فإن هذه من أجل الأعمال التي يغبط عليها الإنسان الثاني رجل أتاه الله حكمة يعني أتاه علما فهو يقضي بها ويعلمها إذن عنده علم وهذا العلم حكمة يعني يعرف كيف يستخدم هذا العلم فهو حكيم في تعلمه حكيم في تعليمه عندما تعلم العلم لم يقتصر على نفسه وإنما تعلم وعلم وفي تعليمه وتعلمه حكمة وهذا يدلنا على أن الإنسان لابد أن يسلق الطريق الصحيح في التعلم وفي التعليم فإن خالف في التعلم ظل وإن خالف في التعليم أظل غيره ولذلك هذا الحديث حديث عظيم لا حسدين لفنتين رجل أتاه الله ما لم يسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها نسأل الله عز وجل مواسع فضله وكريم منه إنه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين